نهرف اللبس بغلوه أو بالبراند مثلا لبسة ماركة معينة لبسة شنطة شكلها ايه أو ماركة ايه لبسة شميز ماركتو ايه أو قميس ماركة معروفة هل فكرة الماركات دي بتفرق أو هي اللي بتدي شياكة واناقة؟ نهائي نهائي لو جبت حتة قميسة متريل بتاعتها حلوة قوي ولونها أنا بحبه وقفلتها عند حد أو أنا عملتها بشكل اللي ليق على جسمي قوي ومختراه حلو هتبقى أحلى بكتير من أرماني تخش الجيبي في وستان 25 ألف جنيه بكتير أحيانا بشوفها على الفيسبوك مثلا واحدة تجيب كده شال عادي ممكن يكون عندنا كلنا وتعمل معرفة ايه وتعمل طب وتعمل بلوزة وتعمل وتعمل ايه ده هو الشال اللي أنا رميها ده في الدرج ممكن يعمل كل الحاجات دي بزيزا زي ما هاتبت كذا شكل في الآخر بتختار اللي شكله هيبقى حلوة على جسمك صحيح يتبقى ما سيعمل لكل الأشكال اللي انت شفتها اللبس ما ليش علاقة بالخالص نهائي بالمركة هو ليه علاقة باللي شكله حلوة علي واللي لايه علي والما تبقى لنفسها إذا كانت حلوة ولا لا تمام من أكتر الحاجات اللي بتعقد أي واحدة لما بتختار لبسها لو جسمها مليان لو مليانة مثلا أو عندها دفوف حتة معينة وفيه أحيانا بتلاقيها كلها جسمها كله مليان إزاي في الوقت ده تعرف تختار اللبس المناسب ليها أنا من الشخصيات اللي ما أحبش أأيت حد ولا أجبة النفسية باللون الأسود لإني فيه ناس دايما محاصرة نفسيها باللون الأسود لون الأسود اللون البني اللون القحلي عشان خاطر أنا مليانة عشان خاطر كده لأ أنا بحبها تلبس كل الألوان حتى الأبيض اللي هو بيبين اللي ممكن تبقي مليانة شوية هو ما بيعملش كده هو بينور مش بيبين أسدقيني الأبيض أحيانا بيكون فيه مودال حلو ولونه أبيض بس مرفع آه بالزبط يعني دالي المودال بيبقى كمان أكثر أصلا الأبيض كمان درجات صحيح درجات وبشرتي بنورة على شكل إيه؟ أنا محبش بس المليانة قوي في مناسبة أو غير مناسبة تلبس حاجة وان شولدر محبش حاجة تلبس حاجة كده تبقى مفتوحة كده معرضة محبش تلبس تقليمة معرضة بالعرض خالص محبش تلبسي حاجة ضيئة 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 وتيجي عند الحتة بتاعت الوست عاملها جبونة كتير قوي وانت أصلا أريدي مليانة يعني كل ما انت تبقى مليانة متحاولش تلبسي حاجة واسعة عشان خاطر متبينش الضيفوهات يعني الديق ولا الواسع مع المليانة أحسن؟ ديق 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 مع المليانة أحسن؟ ألبس حاجة بانطالون دي أو ليجن دي لحد ما ألبس حاجة لحد الرجبة طويلة قط حتة واحدة أجيت عندي حتة شوية هنا رفيعة أنا مش نازلة حتة مرة واحدة بروح حطة لحزام حطة شريطة حطة حاجة السم عملت شكل مرفعها السمانة من تحت وهنا عشان خاطر فيه حاجات الجسم مش متضبط شوية فقدريته زي بكوفر وعملت هنا تقسيمها بشكل الدراع والوش فعملت الجسم أصلا شاب أه بس ده هيتطرني أن أنا أمشي على مودال معين أو شكل لبسه معين على طريقه لا عندي حاجات كتير أو ممكن أبعد عنها كل الحاجات اللي هي ممكن تبقى فيها رييم عريضة حاجات الواسعة فيها جيبون التخني فيها كرانيش فيها كسر فيها طبقات فوق بعض هابعد عنها خالص وعندي حاجة كتير جدا أملت دولاب بيها لبس كل شوية أنوعة طب فكرة الدراسس بقى الفساتين اللي هي منتاشرة وطلعت مودة قوي دلوقتي معظم البنات المليانة بتحس أن الفستان هيبين دفوهات جسمها أكتر فالفستان بصفة خاصة مناسب للبنت المليانة ولا لا؟ حسب الوزن والشكل يعني برجح لها ما بشوف حد مليان قوي 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 ما برجح لهوش غير يلبس زي بيدل سوري زي اللي هو الجامب سوت يعني ولا؟ لا لا الجامب سوت لا بيدل سوري يعني زي بانطالون كلاسيك بس شوية بجيبه مثلا ستان فيه لمعة بحدد الشكل بتاعه وكانه سوري ولبس جاكت فورم ولبس بلاوس فيها ستراس أو بير كتير وإذا كنت محجبة أو مش محجبة أو بشعري ما بتفرقش دايما بحب لهم مكون مليانة قوي خليني أبقى في المناسبة لبس حاجة طبعا المناسبة شكلها المناسب سوري صهر بالليل مش نهار مش خروج مش أي حاجة بس في نفس وقتها أبقى أنا لبس حاجة خليه شكلي أنا حلو مش عشان خاطر فرح خلاص فستان فلازم فستان اه صحيح تفضل مش عشان خاطر أنا دلوقتي راحة مناسبة فلازم المناسبة ديت لأ دا الجاكت والبانطلون إحنا دايما وغدين كلمة جاكت بانطلون بليزور شميز فورمل فورمل لأ خالص ملاش أي علاقة خالص 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 طب لو درس عادي فستان بقى الصبح حبة دلوقتي بقت موضة جدا وبرضو مليانة إحنا بعيدا عن الفستين السوري اللي هي أبريمي دي مساء أو بعض الظهر أو كده تقدر البنت بردو تلبس فستين عادي وتخرج عادي ولا بموديلات معينة وأخلي بعد الملحظة أو ماشا ممكن معينة أو ماشا معينة أو ماشا معينة أو ماشا أي ما تلبس الكرب ما ينفعش مع ستتخينة خالص مجرد وانتي ماشا آه استراتش كده استراتش كده بتلاقيها كلها دايئة على الجسم وأصلا بتيجي في الحتة اللي فيها فراغ أو فيها سبيس بتمشي بها في خطوة الرجل أو كده أو الحتة اللي تحت رفايع من عند ثمانة مجرد ما يجي هوا أو حاجة أو وانتي ماشا جسم كله بيلد يعني كل حاجة بتلزق على الجسم سوري فبيبقى فيه كتر وفيه جسم وفيه شكل ما ببقاش لطيف خالص آه يبقى ممكن قماشات الجبردين الخفيفة أوكي القطن الخفيف المشدود أي قماشة مشدودة تنفع لأي ستة خينة كتين آه كتين لأي ستة خينة أي قماشة مشدودة أي قماشة طرية ما بسطلطفهاش الشكل العامة بيبقاش حلو اشتركها اشتركوا في القناة وعندكم بسلا بسنا